سعى الخير الأب صدقة الدكتور أبي عاصي الصديق العظيم الأستاذ أبو خالد الشيخ حباش كنا نتمنى نشوف الرئيس جان هون بس منعرف ظروفه صديق العزيز الأصدقاء والرفاق عزروني عن عدم تسميتكم فردا فردا كلكم بالقلب بداية أريد أن أشكر الرفاق في القوات اللبنانية في بلدات الحازمية وفي كل المنطقة على كل المستويات بإقامة هذه الحفلة التي أمنت لنا الاجتماع والتعامل مع ضيوف كرام وأصدقاء أعزاء اسمعوا لنا شيء من المعروف وبهذه المناسبة أريد التنويه ببلدة الحازمية بلدية بلدية ومختارين ومواطنين فبالرغم من وقوعها ومعها الكثير من البلدات على مقربة من القصر الرئاسي ومن وزارة الدفاع الوطني تبقى البلدة الحازمية هي الأقرب من كل جاراتها ومثيلاتها تبقى الأقرب إلى قلب الأمن في لبنان وذلك بفضل جهود ونشاط وحيوية بلديتها وعلى رأسها الصديق والعزيز الاستاذ جانال أسمر لما بدله من جهد وطاقات لحفظ أمن البلدة التي يمكن أن تكون نموزجا أمنيا ليس لبلدات لبنان كله إنما أن تكون للوطن نموزجا فأجهزة المراقبة والرصد تغطي كل طرقات وساحات البلدة ورجال الأمن البلدي هم ساهرون باستمرار على أمن المواطنين وراحتهم وهكذا أصبحت الحازمية العين الساهرة الأولى للأمن الوقاء الوطني على حدود وزارة الدفاع الوطني والقصر الجمهوري لذا اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية الكبرى للصديق العزيز جان رئيس بلديتها الغائب عن هذه الحفل لظروف نعرفها جميعا وكذلك التحية لمختاريها وأهلها جميعا أيها الأصدقاء والرفاق كنا نتمنى لو كان بإمكاننا تعميم وضع الحازمي كنموزج للاستقرار والأمن على مستوى الوطن ككل لكن المؤسف القول بأنه كمل الشرق الأوسط دواعشه في قطع رؤوس الأفراد فيها مجية لم يشهد لها تاريخ المنطقة كذلك للبنان دواعشه في الداخل في جريمة لم يشهد مثلها أيضا تاريخ لبنان السياسي والدستوري دواعش الداخل في لبنان يتلززون منذ ستة أشهر بقطع رأس الدولة أي قطع رؤوس الشعب اللبناني كله ليحرموا شعبنا الأمن والاستقرار والازدهار لا سبب عندهم سوى إرضاء أنينية رخيصة خصوصا أنهم أتقنوا التعطيل وأدمنوا الارتهان ولم يخرجوا من مستنقع الإلغاء دون أن يأخذوا العبرة من فشل من فشل يرافقهم منذ ربع قرن ألم يقطعوا رأس مجلس النواب عام تسعة وثمينين عندما شعروا أن حظوظهم في الرئاسة معدومة ألم يقطعوا رأس الجمهورية منذ ستة أشهر عندما شعروا بأنهم مرفوضون من نواب الأمة وحتى من حلفائهم بالذات ألم يحاولوا منذ أيام إلغاء مجلس النواب لإيصالنا إلى الفراغ في سياسة انتحارية أتقنوها يوم بدأوا حياتهم السياسية نعم أيها الرفاق والأصدقاء الفرق بيننا وبينهم كثير نحن لا نشبههم بشيء هم يتقنون ثقافة الانتحار في محطاتهم السياسية ونحن نعشق ثقافة الحياة هم يرغبون بالعيش فوق صخرة الروشة ونحن نعتصم شامخين في دائر القمر وبكفية ومعراب كأرز لبنان هم مهوسون بنحر المسيحيين على أبواب مصاحلهم الرخيصة أما نحن فشبابنا يستشهدون بالآلاف دفاعا حق المسيحيين في لبنان في الحياة هم يبيعون دماء المسيحيين ببندقية فاشلة لحزب لا يؤمنوا بلبنان هذه البندقية قتلت اليوم أحد الشهداء في دير الواسعة بدون وجه حق في اعتداء كلكم شفتوه على الشيشير ونحن حفظنا المسيحيين بدماء شهدائنا ومستعدون لفتدائهم اليوم وغدا بدماء جديدة إذا داع داعي أو داع داعش هم يعشقون سرايا المقاومة لأنهم جبناء ونحن نعشق الجيش اللبناني لأننا أبطال مثله أيها الأصدقاء والرفاء في طلاتهم الإعلامية يزرفون الدموع ويتباكون وينحبون وقائلين لك اتركتنا القوات اللبنانية إنهم غفلاء أيها الغفلاء ألا تعلمون أن القوات اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا حيث تكون مصلحة المسيحيين والوطن القوات اللبنانية لم تنم يوما في قصر المهاجرين لاسترضاء جلاد العصر فأنتم تعشقون جلاديكم ونحن نقاوم الجلادون وسننتصر عليهم في القريب العاجل إن شاء الله أنتم بعتم جنودكم أما نحن فلن ننسى نقطة دم من دماء رفاقنا الشهداء ومواطنين دماء سفكت على يد حليفكم الجلاد ولن ننسى آخر دمعة لأم سكبتها على قبر شهيد أنتم تخليتم عن جنودكم في سجون الطغاة ونحن سنلاحق الطغاة على جرائمهم حتى يوم الدين وتسألون اليوم بوقاحة أين هو سمير جعجع سمير جعجع لم يستبدل بكرك ببراد سمير جعجع يدافع عن وطنه شامخا في عرينه في معراب العصية على جلاديكم الموارن هربوا من طغاة سوريا في براد ليحتموا في جبال لبنان وأنتم بكل دم بارد تريدون إعادتهم للزبح على يد بشار الأسد بعد أن فشل والده في القضاء عليهم في لبنان الفرق بيننا وبينكم أنكم تتاجرون بدماء المسيحيين في سوق الأنانية القاتلة ونحن بكل فخر حماة مصيرهم مع دوري شمعون وأمين جميل وسمير جعجع وكل مواطن حر في بلد الأرز نحن لن نكون مثلكم متعهدي خدمات عند بشار الأسد ولا عند الحرس السوري الإيراني في لبنان نحن أبناء الحق والحقيقة نحن أبناء البطولة والعنفوان نحن أبناء لبنان كفى تجارة بالمسيحيين كفوا عن العهر السياسي أيها الجبناء من يخاف من نتائج انتخاب رئيس في مجلس النواب هو أجبا من أن يقود دولة لذلك لا يمكن ائتمانه على مصير وطن يلي بخاف من الانتخابات ما بيقدر يواجه حدا يعني أيها الأصدقاء والرفاق يؤسفني أن أقول بأننا نعيش اليوم عصر انحطاط سياسي مسيحي عنوانه بصراحة ومع الأسف ما بدي سمي بتعرفه الشخص بتعرفه أكيد لكن السؤال يبقى متى الخلاص من هذا الكابوس ومتى ينتهي عصر الانحطاط هذا الجواب بيد اللبنانيين خصوصا المسيحيين عندما يحسنون اختيار قياداتهم وممثليهم في النادي السياسي اللبناني وفي مجلس النواب المقبل هناك محطة واحدة للخلاص من هذا الكابوس إنه صندوق الاقتراع القادم نحن في القوات اللبنانية لن نتخلى عن سلوك طريق الحق والحقيقة لإنقاذ بلدنا مهما تعرضنا للحملات المغردة ففي سلوكنا الديني والسياسي ففي سلوكها الديني والسياسي القوات اللبنانية لن تشهد إلا للحق لتكون بذلك أمينينا لشهدائنا من شهيدنا الأول بشير الجميل إلى آخر دمعة زرفتها أم على يد الاحتلال السوري الغريد نحن لنكون بذلك أمينين لشهدائنا من شهيدنا الأول بشير الجميل إلى آخر دمعة زرفتها أم على يد الاحتلال السوري البغيد أيها الرفاق في الحازمية أتمنى عليكم أن تكونوا مثالا صارحا والصورة الجميلة للقوات اللبنانية في بلدتكم كونوا على سقة بأننا كقوات لبنانية وقوى 14 أدار واسقون من النصر من أجل وطن أفضل للأجيال المقبلة كونوا واسقون بالنصر مثل قيادتكم في قوات لبنانية وفي 14 أدار عاشت القوات اللبنانية عاشت 14 أدار ليحيى لبنان